الرئيس بره بالأساس هو مبده أنه منصوري يتولى المركز لأنه مبده أنه يكونوا هنا ببوز المدفع بعد كل شي صار كشيع كشيعية سياسية كشيعية وكحركة أمل لأنه هو اللي طرحه نعم لأستاذ منصور عم بجربي يتهرب من هذه المسؤولية هايدي نعم من جهة تانية اللي عم بجربي يعمله هو يلاقي فورمول أو أرناب يقدير يرجع رياض سلامة يمدد له على مدة طويلة ونحن بدنا شي بالعكس يعني هني عنده مسؤولية وقت اللي فاته كانت الأزمة بلشت نعم وهني عارفين شو هي الأزمة وعارفين أنه كان فيه مشاكل مع رياض سلامة بالخارج والداخل وهلأ صرنا بأنتربول توقيف طد رياض سلامة وصرنا بدعاوة بكل البلدين تقريبا بما فيها بلبنان صح وقرار ظنني كمان يعني يلي ده نحكي فيه أنه هني عارفين وين وصلين إذا بدون يستقيلوا أربعتون فيه المادة 340 بأنون الجزاء بيقلك إنه إذا بيستقيلوا أربعتون يعني عم بيفرطوا إدارة لمؤسسة أساسية بالدولة يعني بتحملوا مسؤولية جزائية يعني ما فيك أنت تكون أربعة من تعمل استقالة جمعية تستقيل وتترك برفع عام من المصرف في البنان في عليك ملاحقة البند واضح لأنه هاي دي عارفين إني شو عم يعملوا وأكتر من هيك لأنه هني كانوا موجودين وعم بيقولوا مش موافقين على اللي عملوا رياض سلامة يعني أنت اليوم عاطي صرت صارف أنت من 34 مليار صار عندك تسعة صرت صرفهم كلهم بين الدعم والصرف شمال ويمين وصيرفة ومصيرفة هلأ صيرفة هي عبارة عن شو؟ عن لجب الدولار مظبوط فيك تنجب الدولار أنت بمنصة تكون موحدة مع السوق ما يكون فيها مضاربة متل ما بيعملوا غير بلدين برا وهالمنصة بتكون كلهم داخلين فيها المصارف والشنجرية وبيكون فيه يمكن فوق الميت شخص عم يلعبوا بالسوق بطريقة شفافة بيعملوا لك إيها رويترز مثل ما هي معمولة مثلا ببلدين برا بالخارج هي اللي بتحديد سعر بس ما بيقعدوا يسترجوا يعملوا مضاربة قد اليوم وما بيقعد فيه أربيتراج بين اتنين يعني وما بيقعد فيه وسطات بينها قصية النفط والغاز فيه اتفاق شامل عليه بس رئاسة الجمهورية مش من ضمن النفط والغاز وين بتحط رئاسة الجمهورية طالما قادرين يحمولون جماعتهم هون ما حدا يقرب عليهم ويمشولوا النفط والغاز ويقدروا ينقبوا بعدين يبيعوا وكذا وكذا طالما فيه هالضماني من الطرف اللي أقوى بالبنان وقتها ما فيه حاجة ملحة لرأي جمهورية هل هناك مساعي جدية لا تثبيت اتفاق الطائف برأيك خاصة من قبل دول الخمس اللي عم يجتمعوا مقابل محاولة لتعديله أو تطييره من قبل آخرين هيدا هو جوهر المرحلة اللي نحن فيها اليوم شوف قضية تطييره بابلش لك بالآخر تطييره من قبل الآخرين أنا برأيي مش وردي هلا مش وردي لعدة أسباب عم نخلقها هيدا القصة تطييره طرع من المناصفة بس ما بفتكر وردي اليوم تنلغي المناصفة ايه تنلغيها مظبوط ما اني شايف قصة المتالتة هلا وردي وحسب الله بفتكر بيعرفها لا سبب بيقلك انه مش وردي والسبب التاني انه لا السعودية ولا الأمريكان ولا الأوروبية ولا حدا ماشي بتغيير الطائف اليوم يعني بمتالتة بس أنا شخصيا بلاقي انه اي رئيس جمهوري بده يجي اليوم من أوائل على الأجندة طبعه هو بعض التعديلات بطائف وتنفيذ الطائف